بداية مع النادي الاهلي كيف يمكن ان استفيد النادي الاهلي من فترة الراحة اللي قد تكون طويلة شوية وضد مصلحة النادي الاهلي لانه دايما بنسمع من حضراتكم وانتو بتتكلموا دايما انه طول ما انت بتكسب عايز تفضل تلعب يعني اه طبعا زي ما احنا بنقول في لغة الكورة المكسب بيجيب مكسب فاستمرارية المباريات وانت بتكسب دي حاجة مهمة جدا بالنسبة كانت للنادي الاهلي ولكن دايما النادي الاهلي بيعرف يتعامل مع كل المواقف يعني فعلا فترة الراحة تبقى طويلة ولكن عندنا مدير فني على مستوى عالي خبرة كبيرة هيعرف يتعامل واستفيد بشكل كبير جدا من هذه الفترة الطويلة بتاعة الراحة من ناحية استشفاء اللعيبة المصابة علاج اللعيبين المصابين اللعيبة برضو اللي هي بدنيا وفنيا وخططيا عايزة شغل عايزة شوية شغل زيادة حيبتدي يشتغل معاهم على اساس انه هو يتلافى للسلبيات اللي موجودة ويبتدي بقى مصابة الدوري لما ترجع بإذن الله بشكل يكون على مستوى كبير يعني طيب من وجهة نظرك الى اي مدى وصل مستر كولر حتى الان لقناعاته الفنية لا وصل لمرحلة كبيرة يعني في الفترة القصيرة دي من خلال النتائج وعروض النادي الاهلي النتائج الحمد لله الكويسة وصل لمرحلة ممتازة وقدر ان هو يحط بصمته على اداء اللعبين على المستوى الفردي والمستوى الجماعي ودي نقطة مهمة جدا وبإذن الله اللي جاي احسن يعني هو يبشر ان بإذن الله المباريات القادمة والنتائج والبطولات هترجع بإذن الله تاني لنا دلال هناك قوة هجومية تشوفها قد تكون واضحة مع مارسيل كولر ايضا هناك صلابة دفاعية كيف يمكن من وجهة نظرك او كيف فعل مارسيل كولر او كيف وازن مارسيل كولر ما بين هذا الامر وهذا الامر هي كابتن اسلام الكرة الحديثة دلوقتي يعني شقين وانت معك الكرة وانت معك شكور وانت معك كرة ازاي بتبقى فعال هجوميا ويكون فيه كسافة هجومية ويكون فيه خطورة على مرمى الفري المنافس وده اللي عمله مستر كولر وفي نفس الوقت لما الكرة بتتقطع منك ازاي بترتدل الدفاع بشكل سريع وتقدر ان انت تدافع بشكل حديث يعني دلوقتي كرة القدم الحديثة حتى في اسلوب النواحي الدفاعية بيبقى ليها شكل والحمد لله هو ابتدى يحط بصمته على النادي الاهلي في النواحي الهجومية والدفاعية ايه الفرقة كابتن ما بين النواحي الدفاعية تحديدا زمان ودلوقتي لا دلوقتي اول حاجة لازم يكون تحت القورة يعني دي ما كانتش موجودة زمان على ايام نحنا لا انت كنت بتدافع ممكن في كل مساحات في الجزء بتاعك او في كل مساحات الملعب انما دلوقتي انت لازم تكون تحت القورة لازم يكون هناك تقارب ما بين التلات خطوط بتوع الفريق بتاعك سواء المهاجمين او وسط الملعب او المدفعين الطرق الدفاعية دلوقتي ما بتتبنيش على المدفعين بس لا دلوقتي بتتبني على لعبي خط الوسط وحتى المهاجمين يعني وانت في حالة الدفاع بتبتدي الحالة الدفاعية من رأس الحربة بتاعه وبعدين خط الوسط وبيعليه خط الدفاع هل ده معناه يا كابتل ان رأس الحرب رازم يكون بيدافع كويس؟ رأس الحربة تحديدا لازم بالذات مثلا تقدر تستخدمه في الكورات السابتة اللي عليك في القرانر ازاي بيرجع ازاي بيلعب بدماغه كويس ازاي انه هو ما بيخليش حد من الاتنين المساكين يقدروا يتقدموا عليك بتبقى دي مسؤوليته الدفاعية بالشكل في الحدود دي ازاي انه هو يبقى منتازم مش اكتر من كده يعني مش اكتر من كده مش هيلعب مثلا مدافع لا ولكن بمجرد بقى قطع كورة ازاي بينطلق للامام ويتحول من الدفاع للهيب